موسيقى عين الملك محمد الثادث بداية الأسبوع الحالي صفراء مغاربة بعدد من بلدان العالم من بينها دول إفريقية تجمع علاقات تاريخية مع المملكة المحلل السياسي محمد بودنة صلت الضوء في حديث على أبعاد التعيينات الجديدة التي تهم السينيغال مالي غينيا كينيا تنزانيا معتبرا أنها تكتسب أهميتها من ثلاث منطلقات ويتعلق المنطلق الأول وفق بودنة بالرهانات المستقبلية للدبلوماثية المغربية بالقرى الإفريقية حيث إن التوجه الإفريقية أصبح خيارا استراتيجيا للمملكة والحفاظ عليها يتطلب دعما مستمرا وفي هذا الصياق يسجل نفس المتحدث حرث المغرب على تطوير علاقاته وتمتيني داخل القرى الإفريقية ودفاعه المستميس عن ثورة هذه الأخيرة بالعالم أما المنطلق الثاني فيرتبط من جهة بإعطاء دينامية جديدة لعلاقات المغرب مع أصدقائه التقليديين بالقارة مثل السينيغال مالي وغينيا ومن جهة أخرى بمد جثر التواصل مع بلد له ثقله على المستوى الإفريقية وهو طنزانيا ثم من جهة ثالثة بتحسين مناخ العلاقات مع كينيا بعد جمود دام للثنوات ويعتبر المحلل أن مهمة السفير المغربية الجديد بكينيا عبد الرزاق لأسل لن تكون هينة خصوصا على مستوى تطوير موقف هذا البلد من قضية الصحراء المغربية وهذا يحتاج ديبلوماسية فاعلة يضيف مؤكدا المنطلق الثالث يتلخص حسب بودن في الانفتاح على بلدان إفريقيا الأنجلوسكسونية وربط تواصل معها يزيح كثيرا من اللبس الحاصل حول ملفات شائكة جدير بالذكر أن الملك محمد الثالث عين طبقا لأحكم الفصل التاسع والاربعين من الدستور وباقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقية والمغربة المقيمين بالخارج لحسن ناصري سفيرا لدى جمهورية السنغال إدريس السباين سفيرا لدى جمهورية مالي زكريا الكوميري سفيرا لدى جمهورية طنزانيا المتحدة عبدالزاق لأسل سفيرا لدى جمهورية كينيا عيثام الطيب سفيرا لدى جمهورية غينيا قال وزير والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بن شعبون أنه سيتم إلى اهتمام خاص لتشجيع استلاك المنتوج المحلية وذلك بالأساس عبر تفعيل الأفضلية الوطنية بالنسبة للمقاولات الوطنية والمواد والمنتوجات المغربية المنشأ في إطار السفقات العمومية وضف بن شعبون في تقديمه لمشروع قانون المالي المعدل خلال جلسة مشركة في البرلمان اليوم الأربعاء أنه سيتم تفعيل مقتضيات المادة 155 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية من خلال إلزام أصحاب المشاريع بتطبيق النسبة الأعلى المحددة في 15% في جميع نظم الاستشارة المتعلقة بمصادر إبرامي صفقات الأشغال والدراسات المرتبطة بها المسؤول الحكومي ذكر أنه سيتم إلزام أصحاب المشاريع بتقديم تبريرات ضرورية في حالة اللجوء إلى منتوجات مستوردة في إطار السفقات التي يعتذمون إبرامها منشيرا إلى أن قانون المالي المعدل يقترح تدبيرا أهما يهدف إلى تعزيز حماية المنتوج الوطنية وتشجيع تعويض الواردات بالمنتوج المحلية يتعلق الأمر بالرفع من رسوم الاستراد المطبقة على بعض المنتجات المكتملة الصنع الموجهة إلى الاستهلاك من 30% إلى 40% في حدود النسب المكرسة من طرف المغرب على مستوى منظمة التجارة العالمية بعد أن كان المغرب صباقا إلى التأكيد أكثر من مرة على ضرورة تجاوز الخلافات الظرفية والموضعية التي تعيق تطور العلاقات بينه وبين الجزائر أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على أنه مستعد لقبول أي مبادرة للحوار تطلقها الرباطة مؤكدا في حوار خاص به قناة فرنس فانكاتخة على أن الجزائر ليس لديها أي مشكلة مع الشعب المغربي الشقيق ولا مع ملك المغرب في هذا الإطار شدد المحلل الثياسي خالد الشقراوي على ضرورة قراءة تصريحات الرئيس الجزائرية في السياق العام والمتمثل في أن الحوار يدخل في إطار مناقشة العلاقات الفرنسية الجزائرية وليس مشكلة المغرب والجزائر وأشار الشقراوي في تصريح إلى أن جواب الرئيس الجزائري كان ثياسيا وديبلوماسيا لكن في نفس الوقت لم يخرج عن الإطار العام الذي سنه هذا الأخير منذ توليه الحكم حيث نجده يصعد أحيانا في خطابه عندما يكون الشعب الجزائري هو المستهدف ثم يلجأ للأسلوب الدبلوماسية عندما يكون الرأي العام خارجيا وأضاف الشقراوي تبون أشار في حواره إلى أن الجزائر ليست لديها مشاكل مع الشعب المغربي ولا مع الملك بالتالي مع من لأن المغرب هو الشعب والملك الأمر نفسه عند حديثي على أنه مستعد لقبول أي مبادرة للحوار تطلق الرباط في الوقت الذي ظل فيه المغرب يمد يد الحوار ويطالب بتعزيز العلاقات بين البلدين ليس فقط في عهد جلالة الملك محمد الثادث بل منذ عهد الراحل الملك الحسن الثاني إلا أن النظام الجزائري ظل دائما يرفض وكان صاحب الجلالة الملك محمد الثادث قد دعا في خطابه الملكية الثامية بمناسبة الدكرة الثالثة والأربعين للمثيرة الخضراء إلى حوار مباشر والصريحة مع الجزائر من أجل تجاوز الخلافات الضرفية والموضوعية التي تعيق تطور العلاقات بين البلدين وذلك بتشكيل آلية ثياثية مشتركة للحوار والتشاور يتم الاتفاق على تحديد مستوى التمثيلية بها وشكلها وطبيعتها هذا وجدد جلالة الملك محمد الثادث في خطابه الثامية بمناسبة الدكرة العشرين لعيد العرش تأكيدوا على ثياثة اليد الممدودة من المغرب تجاه الجارة الجزائر من أجل فتح حوار مباشر والصريحة بين البلدين كشفت صحيفة الإسبانيول أن الريباط دخلت على الخطة لإقناع واشنطن بنقل القاعدة العسكرية الأمريكية الموجودة على الأراضي الإسبانية إلى الميناء العسكرية بمدينة القصر الصغيرة القريب من ميناء طنجة المتوسطة ووفق المصدر نفسه بين المفاوضات بين الولايات المتحدة وإسبانيا بخصوص تجديد الاتفاق الموقع سنة 1988 لا تمر من طريق ثالك كون أن الجيش الأمريكي يرغب في رفع طاقمه بـ 600 فرد من عناصر البحرية بالإضافة إلى إضافة ما بين 4 و 6 مدمرات الأمر الذي سيحول الاتفاقية نائية التي ستنتهي في مايي 2021 إلى معاهدة دولية لا يمكن أن يتم تفعيله إلا بعد عرضها على البرلمان الإسبانية والموافقة عليها وتقول الصحيفة أن المغرب على دراية بهذا المعطى لذلك فتح باب التفاوض مع الأمريكيين من أجل نقل قاعدة من إسبانيا إلى ترابه وتحديدا إلى القاعدة العسكرية الموجودة في القصر الصغيرة التي انتهى من إنجازها في 2008 والتي كانت الريباط قد عرضت على واشنطن وقتها لكنها لم تحوذ على موافقة وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون إلا أنها خلال السنوات الثمانية الماضية يضيف المصدر نفسه خضعت لعمليات تطوير واسعة جعلتها قادرة حتى على استيعاب الغواصات وينتظر أن تتضاعف مساحة ومستقبلا أربع مرات وجاء الطلب المغربي في الوقت الذي كانت في وزارة الدفاع الإسبانية تناقش موضوع تجديد اتفاقها مع الولايات المتحدة الأمريكية للإبقاء على قاعدة روتا البحرية بخليج قادس المطلع على السواحل الشمالية للمغرب والذي سينتهي بعد أقل من عام وفي ماي الماضي ظهرت وزارة الدفاع الإسبانية مارغاريتا روبليس في مجلس النواب الإسبانية لتنفي توصل بلادها بأي طلب رسمي من الولايات المتحدة الأمريكية لتوسيع حضورها في قاعدة روتا لكن مضامين وثيقة نشرة الإسبانيول تشير إلى أن سياسة الدفاع الإسبانية تستند إلى ما يقرره البرلمان وبناء على ذلك لابد من وافقة هذا الأخير على أي توثيع محتملة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر